المزيد ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة أهلا بك أحمد تصريحات متتالية فيما يتعلق بتهديدات إسرائيلية لإيران في حال فكرت بأن يكون الرد مباشر من طهران إلى الأراضي الإسرائيلية ولكن هل صحيح ما يشاع من بعض التسريبات عن أن إسرائيل مرتاحة لفكرة أن إيران لن ترد مباشرة عليها داخل الأراضي الإسرائيلية حتى الآن هذا الأمر غير واضح إسرائيل تتحدث عن سيناريوهات متعددة لكن بداية نبدأ مما خاب حتى الآن هناك تقديرات إسرائيلية خابت التقدير الأول كانت تشير إلى أن الرد الإيراني سيكون قبل يوم القدس ثم كان التقدير الثاني بأن الرد الإيراني سيكون قبل عيد الفطر مرة يوم القدس مرة اليوم الأول من عيد الفطر بالتالي انتهت مهلتان كانت إسرائيل حددتهما خلال الفترة الماضية للرد الإيراني ربما هذا قد يشير إلى أن الاستعدادات الإسرائيلية التي وصفت خلال الأسبوع المالي تحديدا يوم الخميس الماضي بأنه مبالغ فيها وسببت حالة من الهستيريا عند الإسرائيليين قد يكون ما ردها ليس الحصول على معلومات استخباراتية تؤكد طبيعة الرد الإيراني الذي استنفرت له إسرائيل إنما نتيجة لغياب معلومات استخباراتية مثل هذا النوع إسرائيل طوال الوقت تقول أن هناك تقديرات بأن إيران سترد خلال الفترة المقبلة ربما يكون الرد من داخل الأراضي الإيرانية وسائل إعلام أمريكية تحدثت خلال الساعات الماضية عن تغير في الاستراتيجية الإيرانية ربما سيكون الرد من الأراضي السورية أو من الأراضي العراقية لأن إيران تدرك أن أي رد على إسرائيل من أراضيها قد يستوجب ردا من الولايات المتحدة أو من إسرائيل على الأراضي الإيرانية هذه ستكون سابقة ترغب إيران بتجنبها خلال الفترة المقبلة والحديث لمسؤولين أمريكيين تحدثوا إلى شبكة CNN الأمريكية في غضون ذلك إسرائيل مستمرة في التجهز لاحتمال الرد الإيراني هذه المرة تقول أن الإنذار سيكون مبكرا على اعتبار أن المسافة إن كان الرد من الأراضي الإيرانية كبيرة بعض الصواريخ تستغرق ست ساعات للوصول من إيران إلى إسرائيل بالتالي ستكون هناك جاهزية مطلقة للجبهة الداخلية الإسرائيلية لهجمات من هذا النوع لكن يبقى أن إسرائيل تنتظر وتتوعد بالرد داخل الأراضي الإيرانية كانت هناك تقارير في وسائل إعلام موالية إيران لفتت انتباه الإسرائيليين خلال الفترة الماضية أن إيران قد لا ترد على الهجوم على السفارة الإيرانية لو كان الثمن ثمن عدم الرد هو وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وأشارت وسائل الإعلام هذه إلى أن إيران مررت رسائل عبر دول صديقة لها إلى إسرائيل والولايات المتحدة خلال الفترة الماضية لكن على الأرض حالة تاهب إسرائيلية متواصلة على صعيد آخر أحمد وبإيجاز إذا أمكن عن مسؤول بالجيش الإسرائيلي في لجنة الخارجية والأمن التابع للكنيسة يقول بأنه تلقينا موعدا محتملا للدخول إلى رفح ماذا نعرف عن هذا الخبر؟ صحيح رولا هذا الخبر أولدته القناة الرابعة عشر الإسرائيلية وهي قناة موالية لبن يمين نتنياهو تريد أن تؤكد ما ذهب إليه نتنياهو خلال الفترة الماضية عن أن إسرائيل حددت موعدا الآن تنكل عن مصادر في الجيش الإسرائيلي لكن بحسب وسائل الإعلام إسرائيلية وأمريكية فإن جالنت نفى هذا الأمر وأبلغ المسؤولين الأمريكيين بأنه غير موجود كذلك أوردت CNN في وقت مبكر هذا اليوم عن أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع تصريحات تحديد موعد هجوم رفح باعتباره محاولة من نتنياهو لإنقاذ نفسه من وضعه الداخلي الهش داخل إسرائيل رولا شكرا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد دراوشي ترجمة نانسي قنقر